نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي حتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار اللي حتحصل النهاردة فهيترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع لمجلس المحافظين في الحكومة الجديدة عقب حلف اليمين كما يرأس الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الأعمال المصر السربي لبحث المزيد من التعاون بين البلدين النهاردة تنطلق فعليات وزارة الثقافة المشاركة في النسخة الثانية من مهرجان العالمين اللي بتقام على مدار ست أسابيع خلال الفترة من 14 يوليو الجاري وحتى 28 أغسطس المقبل بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الانتاج الثقافي وبتتضمن أكتر من 100 فعالية متنوعة تشمل باقة فنية مميزة بتجسد فيها فنون مصر وترسها الأصيل وبتأتي المشاركة بمهرجان العالمين لتتويج التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيماناً بأهمية الفن والثقافة في تعزيز الهوية الوطنية المصرية ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع النهاردة أيضاً هيبدأ مركز الطفل للحضارة والإبداع أو مدحف الطفل خلال الأجازة الصيفية برنامج خاص بتعليم الأطفال مبادئ الدراما والتمثيل المسرحي البرنامج موجه للأطفال من سن 5 سنين ل10 سنين وبيهدف لتعليم الأطفال بعض المبادئ الحياتية والسركيات الإيجابية واكتشاف مواهبهم الداخلية والتعرف على مجموعة متنوعة من الفنون زي العرائس والتمثيل الصامت وفن الحكي مما يوسع أفقهم الفنية والإبداعية لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 هيلتقي منتخب أسبانيا مع منتخب إنجلترا في تمام الساعة العاشرة ليلاً